إلى الأزمة السياسية داخل إسرائيل يعود الكنيسة لنشاطه البرلماني بعد عطلة دامت قرابة شهرين ويستعد الإتلاف الحكومي لمرحلة صعبة وحساسة من شأنها أن تؤثر على مستقبل الحكومة وذلك بعد فقدان غالبية 61 عضوا خلال العطلة بانسحاب رئيسة الإتلاف إدت سليمان من الحكومة وتجميد القائمة العربية الموحدة لعضويتها احتجاجا على سياسة الحكومة المتعلقة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو المحلل السياسي المختص بالشان الإسرائيلية الأستاذ شاكيب شنان مرحبا بك أستاذ شاكيب هل فعلا نتحدث عن أيام فاصلة أيام مصرية في الأرقاء السياسية الإسرائيلية أم مزيد من المناكفات بين معسكر بيريت ومعسكر ناتنياهو نحن في سباق بين ناتنياهو ونفتالي بيريت نفتالي بيريت يريد الحفاظ على حكومته ويريد أن يمنع من ناتنياهو الوصول إلى الرقم واحد وستين ناتنياهو لا يملك ولا أي إمكانية لتشكيل حكومة من داخل البنية الحالية للكنزة ولكنه يبحث عن واحد وستين يستغل القائمة المشتركة من أجل إسقاط هذه العكومة وهذه النقطة هي علامة السؤال الكبرى هل سيستطع ناتنياهو أن يجند شخص إضافي واحد من داخل العكومة وهلالك توجد مشكلة أبير ونير أوربخ وأيالة شاكيدي عملان معاً وهما ثلاثة أعضاء برلمان من الحزب يمينة في داخل الاتلاف الحكومة يبحثون عن حلول لأنفسهم مستقبلية وفي الانتخابات القادمة ولذلك لا أرى في المرحلة الحالية إمكانية أن يتم حجب الثقة عن الحكومة واحد وستين فش لأنه الثلاثة يتحججون نحن لا ننظم لحجب الثقة لأنه لنتنياهو لا توجد حكومة وعندما تكون لديه حكومة ننظم إليه ولن تكون لديه حكومة لذلك لن ينظم إليه يعني في الساعات الأخيرة وفي اليوم الأخير عاد الحديث عن المسجد الأقصى وقضية الأقصى والمقدسات وموضوع الوصاية الأردنية وكذلك تحدثت القائمة العربية الموحدة عن الموضوع هل هذا الأمر يزيد من وطأة هذا النقاش والجدل بدون شك هذا الخطر الحقيقي الوحيد الذي يحدق فعلا ويمكن أن يؤدي لإسقاط الحكومة نفتالي بنت ويئير لبيد يدركول ذلك جيدا وسيكون لهذا الأمر ثمن كبير من ناحية تعامل الحكومة مع القائمة العربية الموحدة بدون شك أن قضية التجميد لا تعني إسقاط الحكومة لأنه لا ينظم إلى ستين يعني يبقى أقل من ستين بكل الحالات لذلك الأيام القريبة سيكون بها الكثير من التواصل بين لبيد وبنت ومنصور عباس والقائمة العربية الموحدة ولا أستبعد أن يكون من وراء الكواليس تواصل أيضا مع أطراف من تركيبة المشتركة من تركيبة المشتركة وهذا أمر مثير للاهتمام هذا أمر هو الحل هذا هو الحل الحل لدى بنت أن يحصل على التزام غير معلن وغير ظاهر لموضوع أن المشتركة تكون المشتركة أو قسم منها يكون الحاجز الواقي لمن إسقاط هذه الحكومة هذا لا يمكن أن يعلن عنه ولكن يمكن أن يكون من وراء الكواليس إذن سنكون بانتظار الأيام المقبلة وإلى ما ستقول إليه الأمور ما ستألو إليه نعم الأستاذ شكيب شنان المحلل السياسي المختص بالشنال الإسرائيلي شكرا جزيلا لك على هذا الحديث